أمام مفترق طرق تبدو السلطة الفلسطينية تعيش أسوأ حالتها بعدما ظهر من مواقف التطبيع العربي علنا عقب زيارة رئيس الوزراء الصهيوني لسلطنة عمان في مسعى للتقريب بين الصهينة والفلسطينيين وبموافقة أمريكية لكن الآمال المعقودة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتخاذ قرارات مصيرية في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني خصوصا فيما يمس صفقة القرن سرعان ما تبددت حيث كرر عباس خطابا شائعا واعدا بخطوات وقرارات غاية في الأهمية والصعوبة دون أن يحدد طبيعتها مكتفيا بتجديد رفضه التام لما يسمى بصفقة القرن مشددا على أنه إذا كان وعد بلفور الصادر عام 1917 قد مر فإن هذه الصفقة لن تمر أؤكد لكم أن القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل بمقولة في القدس أو القدس عاصمة لدولتين وحول المصالحة الفلسطينية اتهم عباس حركة حماس بعدم ترك الباب لأي مصالحة مرضفا لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة في إشارة إلى ما يقول إنها محاولات لفصل القطاع عن الضفة الغربية لكن مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية تكشف بحسب مراقبين ازدياد الهوة بين الأطراف الفلسطينية ولسيما من قبل السلطة التي يقودها عباس ويتهمونها بالاستئثار بكل شيء لسيما مع قراره وقف تحويل الميزانيات نحو القطاع واعتباره متمردا على القيادة الفلسطينية لصالح أجندات خارجية وبالنسبة لعباس فإن مخاوفه مشروعة كما يقول إذا ما تحول إرساء الهدنة إلى ما هو أبعد من ذلك يكرس اعترافا دوليا بوجود كيانين فلسطينيين منفصلين وتشتيت الموقف الفلسطيني والتشكيك بشرعيته ومع رفض الأطراف الفلسطينية الأخرى هذه الاتهامات وعدم ارتضائها لدولة لا تكون القدس عاصمتها يبرز هذا القول كحد فاصل واختبار لمدى إيمان الفلسطينيين على حد سواء بقضيتهم وعدم التخلي عنها ما ينبئ بانتفاضة جديدة قد تقلب الطاولة على واشنطن وصفقة القرن أو تعيد الأمور إلى نقطة الصفر ترجمة نانسي قنقر